فاز على الوكرة تعادل مع الريان فاز على الغرافة فاز على أم صلال حقق نتائج إيجابية جدا وصل بفريقه للمركز الخامس يصل إلى المرمى بطاهر جول جول عقدة السنوات الماضية الموجلس رق يالو هنا في الدفنة وفي مرعب سحين بن حمد بأقدام المغربية سيد بطاهر الذي يضع الكرة في الشباب ليعلن عن تقدم فريقه بهدف مقابل لا شيء سدل في المباراة الماضية في مرمى المرخية في مباراة فاز في الوكرار مع واحد هو يقاود السيناريو ويفتتح التزديل أيضا في مباراة اليوم شوف كرة اللاعب اللي هو سيباس ياس يايز زياني لمس إلى معرفي عرضية بالأومة جول 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 ليعلن بعد ذلك فاندرلي عن الوصول إلى نتيجة التعدل شفتم رئيس زياني يا السلام والصلاة المحاولة والكرة بعد ذلك إلى داخل الشباب هل أثر عبدالعب الجيل الحال من العرباوية محاولة عدد كلانياتي سباستيان سيوسجل يضع الكرة في الشباب ليعلن عن تقدم نادي الوكرة بهدف آخر يأتي بأقدامي المميز جدا للأردنتيني يضع الكرة ويعلن متددا تقدم فريقة يعلن متددا تقدم فريقة سباستيان سجل في المماريات الماضية و19 عدف في الدوري وهدف اليوم 21 يا السلام جاة نادي الغرافة بحول الله بعد نهاية هذا اللقاء كنا في الجاة اليسرى كريم زياني عرضية في منطقة الجزام كريم جاة نادي الغرافة فاندرلي يحيد آمان العربوية مجدة ويصنع الفارق لقلعة الأحلام فاندرلي يتجه إلى المدرجات من أجل إحياء أمل وضعي بصمة يقول لهم سناود اهتفوا شجعوا تواجدوا جول يا باندرلي كنا في شيء شف زياني شف زياني الوكرة يبدأ الآن اللاعب سباستيان سيز الورقة والقلم اخذهم واحد واحد الآن على مستوى ركلات الترجيح من سيسجل يستاهل الصح ومن يضيع يأخذ للأكس الآن البداية ستكون لنادي الوكرة حارس المرمى رجب حمزة انقذ الفريق وتصدى لمحاولة خطيرة جدا من سباستيان سيز سيزلان على تنفيذ ركلة الجزاء مهر الكنزاري في الانتظار وتمتم بقراءة صورة الفاتحة ربما من أجل أن ينشد التوفيق من الله سبحانه وتعالى في اللقطة القادمة من أجل التاهل للمرحلة القادمة للدور القادم عليها ننجح في اجتياز اختبار ركلات الترجيح الأرجنتيني سيباستيان سيزيا يضع الكرة خارج الملأ ركل الجزاء أولى ضايع بالنسبة لا 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 ممكن كان يبحث عن طريقة تنفيذ مشابهة لتلك التي كانت بأقدام مواطنه باتيكول كرة بعيدا عن المرمى إلى خارج أرضية الملعب ركل ركلة جزاء ضايع ركلة جزاء ضايع الآن خوخي بوعلام بوعلام على تنفيذ الركلة لمصلحة النادي العربي الآن توقعات تمشي بالشكل الصحيح محمد منتصر حل سينقذ مين ماهر الكنزاري منتصر في الشباك بوعلام من المتخصصين في تنفيذ مثل هذه الكرات بوعلام ستد قوية جدا قوية جدا الكرة الماضية والمحاولات الماضية ينتح من خلالها بوعلام في الوصول إلى شباك الحارس منتصر يتقدم النادي العربي للمرة الأولى للمرة الأولى هنا في هذا اللقاء النادي العربي هو من يتقدم بركلات الترتيح واحد صفر الآن الركلة الترتيحية الثانية محمد هذا لم يكن من ضمن الاختيارات الشخصية لي عموما مهند درجال على تنفيذ ركلة الجزاء القادمة لمصلحات نادي الوكرلان حمزة كنت قد رجحت كفة رجب في المباراة فيما لوصل الفريقين إلى ركلات الترتيح ويرجح كفة فريقة يا السلام يا محمد يا السلام على كرة بغاية القوة من مهند درجال في زاوية صعبة جدا وضعت اللاعب وحارس المرمى رجب حمزة في مكان وذهبت الكرة إلى مكان آخر يتقدم للنادي العربي من فاندرلي كرة مهند درجال يا السلام حوية من مهند عدنان درجال فاندرلي الآن منتصر في المرمى نجم المباراة فاندرلي في النادي العربي نجم الوراء في الواكر ضيئها في النادي العربي فاندرلي سجلها سجلها نعم منتصر يذهب إلى نفس المكان ويقترب من الكرة ويلامسها يوقف قلوبها العربي لفترة ويصنع الفرح بالنسبة للوكراوية لكن الكرة بعد ذلك تجاوزت ودخلت ليواصل العربي تقدم مرة أخرى اثنين واحد الآن للنادي العربي اثنين واحد في ركلات الترجيح ثلاثة أو أربعة ثلاثة المجمل العامل اللي قالك نتحدث عن الترجيح الركلة الترجيحية الثالثة بمصلحة نادي الواكر القائد أو مين أحمد رحمت الله أحمد رحمت الله هو من سينفذ الركلة الآن رجب في المرمى رحمت الله على التنفيذ رجب وحمد صدها رجب 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 يواصل تألقه ويواصل ترجيح كفة فريقه رجب حمزة يتألق ويتصدق يمنى كرة رحمت الله ويقرب النادي العربي من الدور القادم يقرب النادي العربي من الدور القادم ردة الفيل في مدرجات ملعب المباراة رجب حمزة هو من يصنع الفارق إلى الآن إلى الآن حقيقة ركلة جزاء ثالثة عبدالعزيز حاتم حاتم أصعب ركلات الجزاء على الحراس تلك التي ينفذها أصحاب القدم اليسرى أصعب ركلات الجزاء قلت لكم هي الأصعب يا السلام يا عزوز يا السلام على كرة عبدالعزيز حاتم يا عيني بكل ثقة يضع كرة بقدمه اليسرى على يمين حارس المرمى ليعلن عن اقترام النهد العربي ركلات الترجيح ما فيها يقترب ويبتعي ركلات الترجيح تأتي بإعلان رسمي لو ضاعت مباشرة العربي إلى مواجهة السد في جيربي قادم منتظر في المرحلات القادمة من وسابقة كاسي سمو الأمير لو تسدلت تتأجل الأمور للركلة القادمة سعيد بطاهر على تنفيذ ركلة الجزاء بمصرحة نادي الواكرة ماهر الكنزاري بطاهر رجب حمزة رجب حمزة وات الكرة الماضية لا 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 تعاد 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 نعم لأن حارس المرمى رجب حمزة تقدم علي السدير احتمال لأنه لم يكنت اسم اللاعب صح اللي ينفذ الركلة الترجيحية هو علي الحمل مري الحكم يعيد تنفيذ ركلة الترجيح يحكم أن رجب حمزة تقدم عن خط المرمى علي رحم الهان لو ضاعت كتافة للنادي العربي رسميا لو تسدلت تتأجل الأمور علي يضع الكرة في الشباك يسجل يضع الكرة في الشباك ويسجل ليعطي فرصة لنادي الوكرة من أجل العودة مرة أخرى إلى أجواء المباراة فرصة فرصة لكن أمور صعب يجب أن نضيع نادي العربي ركلتين الترجيحة القادمة راح لها رجب أيضا لفتة الماضية لكنها دخلت إلى الشباك محمد رزاق الركلة الترجيحية الرابعة بالنسبة للنادي العربي رحمة علي الرحمة محاولة اللعب بأعصاب محمد رزاق بأعصاب هادية لا يفتعد كثيرا منتصر لم يصنع الفارق لمدربة يسجل ونادي العربي إلى الدور القادم لموجهة تنادي السد في ربع نهاية مسابقة كاسي سمو الأمير دير بالدوحة المنتظر في الجولة القادمة يوم السبت القادم بحول الله مشاهدين